اليابان توسع دائرة القيود لمحاصرة كوفيدا 19 لتشمل العاصمة توكيو والعديد من المناطق التي تغطي نصف الساكنة بينما تسجل العدوى بالمتحور اوميكرون ارقاما قياسية الاجراءات المعمول بها حاليا في ثلاث مناطق في اليابان من المنتظر ان تشمل باقي المناطق ابتداء من الجمعة الواحد والعشرين من يناير الى غاية الثالث عشر من فبراير المقبل حسب ما اعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وذلك بعد مصادقة القرار من لجنة خبراء في وقت مبكر من نهار اليوم الاجراءات المستعجلة الجديدة ستمكن من الحد من حركة اليابانيين ما امكن وتقليص العنشطة الاقتصادية في المتاجر والمطاعم وسجلت اليابان رقما قياسيا يوميا في عدد الاصابات الاربعاء تجاوز سبعة الاف حالة